تجربتي مع فيلم الشياب نهني كانت من أحلى التجارب ومن أحلى المشاريع اللي شغلت عليهم لأن فيلم الشياب نهني يعتبر turning point بحياتي وبماي كارير فكان هو بمثابة transition ونقلة نوعية بماي كارير أول تجربة لي بهالمجال أنا قبلها ما اشتغلت بأي فيلم أو أي شيء من ناحية production فكانت تجربة وائد مميزة لي يعني أنا وائد مستنسة أنه كان عندي المهلة أنه أروح أجرب قسم الأزياء بالذات لأنه ما عندي ولا فكرة عن شيء عن الأزياء تجربة وائد حلوة وائد مفيدة خصوصا أننا اشتغلنا مع كرو بره ووائد شباب ما قصروا خصوصا أننا كنت ماسك assistant casting يعني تبع الممثلين فوائد شباب ما قصروا معي بهذه التجربة ووائد نضجت فيها لدرجة أنه يعني خصوصا أن الكرو من بره موقع قاعد يفيدني وائد بأمور وائد أنا كنت ما أدري عنها خصوصا أن أنا كنت مشتغل قبلها مع المخرز ياد الحسيني بس بهذه التجربة وائد تعلمتني أمور أنا كنت ما أعرفها أصلا بالفيلم خصوصا هذا شياب نهني قصة كفاح ممتعة هذه أسميها أنا طبعا أنا ممثل وكاستنج دايركتر أيضا و لما حضرت لاجتماع الفيلم أساسا كان ببالي أنا ممثل فقط ولكن زياد المخرج طبعا صديقي ففاجأني بأن ساعدني ندور ممثلين فلقيت نفسي أن أنا كاستنج دايركتر في هذا الفيلم وكانت تجربة جدا ممتعة وأنا فخور جدا بأنني أنا كنت جزء من هذا الفيلم والله أنا كنت يعني وايد فخورة أن كنت من الكرو حق الفيلم وتعني لي وايد لأن كان في وايد شغل بغسرنا زياء وأنا ما كان عندي وايد باكراوند عن الأزياء وشون أن يصير الأزياء بوقت التمثيل فتعلمت وايد أشياء من الكرو اللي كانوا يعيين من بريطانيا ومن يعني دول أخرى فكانت يعني تجربة وايد وايد مميزة لي مثل ما قلت أشعر بالفخر أني أنا كنت جزء من هذا الفيلم وإن شاء الله الفيلم هذا يكون فيلم محرج كلمة محرج أقصد فيها تحرج كل منتج أو كل شخص مقدم على إنتاج فيلم أو عمل فني يمثل الكويت بحيث أنه لما يشوف هذا الفيلم لازم ما يسوي أقل منه فيلم الشياب نهني بهال مستوى بهالكواليتي وهالبرودكشن يمثل أقوى شفت في صناعة السينما عندنا فشنو يمثلي فخر فخر فخورة جداً كوني جزء من هذا الفيلم مثل كريدت و سيفي حقي أن أنا اشتغلت بهالحجم بهالفلم يعني الفيلم هذا بهالحجم مشروع بروجكت وايد كبير وايد تجربة حلوة حقي و أني أنا عرفت وايد ناس و لاي لحي متواصل معاهم أصلاً مستقبل صناعة السينما أشعر أن في الوقت الحالي صناعة الأفلام عندنا تعتبر أقدر أسميها تجارب ولكن هل أو تجربة تجارية خلنا سميها فأنا أعتقد أن كان بالي أن فيه شوت طويل لازم ينقطع حتى نوصل لمرحلة ما و يطلع اسم الكويت في إنتاج الأفلام بطريقة تشعرنا بالفخر ولكن فلا مش يعيب نهني It's the time أحس مستقبل صناعة السينما بالكويت هو قاعد ينهض و يتطور شوي شوي حتى لو كان شوي شوي و خطوة بخطوة بس I can see it It's growing It's evolving حتى لو كان بشكل بطيء بس بس الأمل موجود و الإيمان موجود و القناعة موجودة يعني طبعا أكيد أكيد فيه جوانب تحتاج تثقيف تحتاج تطوير تحتاج أن الواحد يتعب فيها زيادة بس We're going there صناعة السينما بالكويت إن شاء الله إن شاء الله تكون بعد انطلاقة شابن هنا لأن هالفيلم إن شاء الله رح يكون بداية عقل خليج مو بس حق الكويت إن شاء الله والله صناعة السينما بالكويت هي وايد قاعد تتطور بس ببطء بس إن كل فيلم يرى الثاني يعني لما يطلع فيلم يديد الناس تروح تشوفه يعني البردكشن كروز الكمبنيز يشوفون شون الناس قاعد تفاعل مع الأفلام فلما يشوفون هال يعني التفاعل وكل شيء يخليهم إنه خلنتج شيء بعد أحسن من شذي فيروحون يعني تصير من برة من دول أخرى بالخليج أو دول ثانية فأحس إن في تطوير بس يعني وايد بطيء طبعا أنا كنت موجود في مهرجان البحر الأحمر وما أقدر أوصف مستوى فرحتي وسعاتي في هذا الأمر وأحس إنه هذي أول استب في النجاحات هذا الفيلم فوز الفيلم جائزة حق كل واحد تشتغل بالفيلم شاب نهني نحن تعبنا عليه وايد لكروه كله من تقريبا حضرناه لوايد وتعبنا عليه أكثر من سنة فالحمد لله يعني استهنسنا وايد أوكي أنا حضرت مهرجان البحر الأحمر السينمائي لما نعرض فيلم شاب نهني بـ The first screening The first film premiere الي صار بجدة i was there فالشعور لما أول مشهد طلع الشخص لما يكون قاعد بالفيلم فيتر ويشوف الفيلم اللي يشتغل عليه أو أول مشهد يطلع كانت بأسفل كانت بأسفل وتعرف اللي حتى الواحد وهو قاعد بسين ويطالع الناس اللي حوالينا يسمع كومنت في الباكراون يسمع ضحكة الناس فوز الفيلم الشياب نهني بجائزة الجمهور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا يعني الكثير يعني اتمين زلاط من اتمين زلاط لأن فعلا تشوفها وتحس فيها لأن ولما الجمهور يحكم ولما الجمهور يصوت معنات أن الفيلم وصل والجهد والوقت والطاقة المبذولة في الفيلم يمكن أن يقومون أفلام عجيبة بس لو فيه دعم وبوش راح يشوفون يعني الدول الخليج والكويت كلها راح يشوفون أن ترى فيه يعني قاعد يطلعون من هذه الديرا؟ أشعر أن ما فيه التعاون كافي ما بين القطاع الخاص والحكومي خصوصا أن القطاع الخاص غالبا يفكر في منحنة تجاري وفيه ضيق مجالات التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص ما فيه المساحة الكافية لهذا التعاون يعني الكويت مشهورة في انتاجاتها الفنية على مستوى الخليج والوطن العربي أيضا فكنا نتمنى أن يكون فيه مدينة إعلامية كويتية قد يكون فيها فنادق وفيها كل الأمور التي تأهب الشركات في أنها تنتج أعمال بطريقة مريحة وتكون مفخرة للكويت أيضا وقد تجبر أيضا الخليج في طريقة ما في التعاون على المستوى الفني مع الكويت من خلال هذا يعني الاهتمام الحكومي مع الانتاج الكويتي وكل ما يعني افتقر التعاون الحكومي مع القطاع الخاص في هذه الأمور أحس أن قد نرى أن انتاجنا رح يكون منخفض وأقل من المتوقع لما القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يتكلمون عن الدعم والسوبرت وهو مو بس كلام وهو لازم نشوفه بالأفعال يعني احنا وايد سهل نقول إنه أوكي I will support you I will support whatever project اللي قاعد تشتغلون عليه سواء كان فيلم مسرح إعلان أي كان project يتعلق في الميديا and production why سهل إنه تنقال كلمة support بس في الحقيقة ما في أفعال قاعد ترجم هذه الكلمة يعني لما نتكلم عن support support المعنوي support support المعنوي support العاطفي support المادي والsupport من كل النواحد ف support هي ما هي كلمة بسيطة هي كلمة يعني لازم نشوفها بالأفعال أحس إن هذا الأمر ما صار في السابق لأن ما حد عنده ثقة كافية في إن فيلم أو إنتاج أو إسلوب إنتاجها في الكويت يتحمل أنه قد ما يحط نفسه في موقف محرج في حال أنه تعاون مع خبرات هلوودية ف فيلم الشياء بنهني بدأ الفيلم بثقة عجيبة وغريبة خلتنا نشعر بالثقة الكافية في أن نحن قادرين أن نحن نتعاون مع خبرات هلوودية بكل ثقة وفخر طبعا أنا ما رحت معاهم من مكسيك كنت مفروض أروح بس ما قدرت بس ذهبت الملابس حق المكسيك بس إن لما طالع عن نسبة الهوليوود الكرو كان في وايد ناس كان يشتغلون بأفلام من هوليوود فبالذات قسم الأزياء لأن أنا كنت أشتغل هناك وايد تعلمت منهم وتجربة شون نخلي الملابس تصير شكل غديمة أو مستعملة صار لها يعني حتى لو تون شارينها بشكل مستعمل صار لهم أسنين فكل هالأشياء اللي تعلمتها خلاني أحب المجال يعني كوستوم بريكداون مثل ما قلت ما كان عندي أي معلومة عن الأزياء يعني حد بس جينز وتي شيرت يعني فس لما تعلمت هالأشياء بالأشياء الثانية اللي واركت يعني اشتغلت فيها عقب ساعدني وايد إن أسوي بريكداون حق الكوستوم يعني فهم الكاركتر ما الفيلم أو المسلسل إن شون لازم يكون لبسه فالي يوم يشتغلون كانوا بهوليوود موفيز وايد ساعدوني بهالشغلة وايد تعلمنا منه أشياء خصوصا بوايد باللتسام بالوقت بأن نحنا نبلش يعني حتى الموضوع الكاستنج إن الموثل ساعة فلانية بس ساعة فلانية ساعة ثمان يبلش الأوردة ثمان يبلش فوايد تعلمنا منهم إشياء كأن نحن موجود عندنا بالكويت أرى أن هناك في أهمية جدا كبيرة في التعاون السعودي لكويتي خصوصا أن السعودية في الوقت الحالي أو خلينا نقول في طريق لإثبات نفسها في أعمالها الفنية فهذا الوقت المناسب طبعا أن يكون بين السعودية والكويت هذا التعاون علشان نقدر نرتقي في الفن إلى مكان جميل أظن أن لما يصير فيه مجتمع بين دول يأخذون معلومات من بعض مثل الفيلم كان فيه مجتمع بين وائد ناس من دول أخرى فهل مجتمع ساعد ساعد يسوي فيلم أن أنا وائد فخور أنا كنت من ضمن وتعلم وائد من ناس كانوا من دول مجتمع تتعاملون مع بعض تشتغلون مع بعض راح يطلع نوع 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 مجتمع وإن وإن الوصول يعني تتعاملون وإن لا أتواصل مع ناس وأسألهم ماذا نسوي وهذا ف you're constantly learning ترجمة نانسي قنقر